متابعيني الأعزاء على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مروة سليمان والنهاردة ان شاء الله حنتكلم عن تحديث جديد من انفرابك وهو كلاود 3.5 كنت كلمت من قبل عن كلاود 3 وكلمت زي ان هو ممكن ينافس شات جي بي تي النهاردة الاصدار الجديد من كلاود حينافس بشكل كبير شات جي بي تي فور او من وجهة نظري كلاود 3.5 كمان متاح بشكل محدود ليك ديلي يوزز منه ولكن limited تقدرنا كده تجربوا ده الجميل فيه بالامكانيات الجبارة اللي موجودة في 3.5 3.5 لسه معموله لانشينج جديد وهو من عائلة 3.5 موديل فاملي 3.5 صونت و3.5 is now available for free on cloud AI وعلى cloud iOS app فاللي منزل الابليكيشن حيقدر ان هو على الاي او اس حيقدر ان هو يستخدم ايضا التحديث الجديد او حيظهر له التحديث الجديد cloud 3.5 هو بيجمع ما بين الايفيشنسي والسرعة الكفاءة والسرعة تقدر ان انت دايما تقرأ التحديثات والانونسمنت الجديدة على anthropic.com من خلال الموضع اهمي جدا ان احنا نعرف شوية معلومات عن الموضل اللي احنا شغالين عليه من حيث الاداء من حيث السرعة من حيث الكفاءة ونشوف ترتيبه او وصل لحد فين بالمقارنة مع الموضل الثانية يعني cloud 3 اللي كلمت عنه من قبل lgbt4o gemini 1.5 pro هما بيحاولوا بقوة ان هما يسبقوا بعض فبالتالي انت كيوزر المستفيد من كل هذه التحديثات تعالوا بقى نبص على cloud 3.5 sonnet ونشوف امكانياته عاملة ازاي انا دلوقتي دخلنا على cloud لو انت حتسجل فيه لأول مرة حيطلب منك ان انت تدخل الرقم التليفون بتاعك ويبعث لك زي text code كده كنوع من انواع ال confirmation على كمسج يعني على الرقم بتاعك وبعد كده حتدي تخش على cloud بالمنظر ده كده وحنتدي ان احنا نجرب اول حاجة مع بعض طبعا انت ممكن تكتب بقى include visualization يبقى فيها visualization كتير مثلا اه هنا حتدي ان انا اقول له enter ونبتدي نجرب كده ونشوف الفيتشر الجديد زي ما احنا شايفين اهو ده الكود هنا مثلا انا سألته اقول له can you create a portfolio web page include visualization نفترض مثلا ان انا developer او اي حاجة يعني اشوف الشغل بتاعي ايه وعايز ايعملي portfolio هنا اعطاني html وcss structure بس ولكن انا هنا موريك السرعة بتاعته في انه هو يديني الرد وهتبص لقي ان ال performance الاداء كفاءة والسرعة كبيرة جدا عن عن الاصدار القديم من cloud وهو cloud 3 فالحتة دي برضو مهمة جدا فيه بس حتة حابة ان انا اقول لك عليها حابة بس اوليك الفيتشر الجديدة اللي موجودة فيه cloud والفيتشر الجديدة اسمها artifacts والارتفاكتس هنا ان انت بتسأل cloud ان هو يجينريت كونتنت زي الكود سنابتس مختطفات برمجية بصراحة مش عارفة ترجمها بالعربي ازاي تكيستي داكيمنت او ويب ديزاينز وcloud بيعمل حاجة اسمها artifact بتظهر في الويندو اللي انت شايفها هنا بتظهر عندك في هذا الويندو دا الارتفاكت وهنا انا عملاء هنا انت�� وبيقول لك setting will apply to future conversation ممكن استقول له can you write me a simplified document about كذا مثلا ممكن اقول له با هنا حاجة لها علاقة بالdocument هنا هقول له could you write a document about how to use ai in daily life يعني شوية كده صور الدهالي أو فيجولايزيشن دياجرامز زي ما احنا شايفين عطالي بشكل سريع عملي create lead document عن استخدام AI in daily life مرتب منظم هنلاقي هنا كود الكود ده مكتوب عليه ميرميد هو عملي دياجرام لان انا قلته عايزة شوية فيجولايزيشن اللي هي متمثلة بقى في الصور في دياجرام في الحاجات دي كلها او اي مخطط بياني انت بنتهى البساطة هنا كتبلك ميرميد فميرميد هنا ممكن انت تروح لمرميد كموقع علشان تجيب التشارت بتاعه هيظهر هنا على الجنب التشارت الخاص بمرميد حبيت بس اواريكو بشكل سريع ده شكل الشارت على ميرميد دوت لايف click to open document بتدوسه عليه المفروض ان هو يفتح لك ده بالنسبة لجزء الفيتشر الموجود في cloud 3.5 الجديد سانت زي ما احنا شايفين الموضوع ده برضو ممكن نطبقه على حاجات كتيرة جدا ممكن نطبقه على ان هو يديك كود يديك واجهة يحول اليو اي لكود حاجات كتيرة موجودة لها علاقة بالكودينج بس انا مش عايز اشغلك بالجزئية دي ولكن تعالوا نبص الحاجة تانية مثلا موجودة عندنا فضل لنا حاجة واحدة بس هيقدر ان هو يترانسسكرايب the image into text حول لي الامج الى text هنا هبتدي ان انا ارفع الصورة بتاعتي هيحول هالي الى text وهيشرح لي ايه الكلام الموجود بيقولك الامج دي بتوريك حاجة اسمها personal development وحيبتدي ان هو يديك الحاجات الموجودة بيقولك ان ال dotted lines دي يعني كمان بيشرح لك هي عبارة عن ايه اللون هارد attitude blue improvement اللي اللون هارد ايضا رد هتبقى aspiration وهكذا ممكن تقوله translate into Arabic هيبتدي ان هو يترجم لك باللغة العربية لو انت عندك diagram مثلا معقد وعيز تترجمه هيبتدي ان هو يترجمه لك ودي من وجهة نظري احسن حاجة بصراحة موجودة في ال cloud 3.5 ان هو بيترجمه بشكل سريع الكفاءة بتاعته عالية عن اي اداة تانية بالذكاء الاصطناعي ممكن انها تعمل لك extract تليه التاكست او بتطلع لك التاكست من ال image هنا كمان بيقولك الاحمر كذا الازرق كذا ال dotted line كذا بيشرح لك شرح مفصل وبيوضح لك ال diagram بالتفصيل في حاجات كتير جدا موجودة في cloud AI وحنتكلم عن اي تحديثات جديدة وزي ما قلتلك هو في ادوات كتيرة جدا مش بس ان انت ترفع صورة لا الحتة المتعلقة بال UI كمان ممتازة جدا ان انت لو عجبك ديزاين معين لواجهها وعيز الكود بتاعه ويقدر ان هو يديك الكود بتاعه وتشتغل عليه بس صورة لازم تكون انت بتفهم في الجزئية دي علشان بس ايه الواحد يكون واقعي حتى تتعلم ان انت تعمل ويب سايت من غير ما تعرف كود الكلام ده انا مش معترفة بيه اطلاقا ولكن ما هذا كان الصعب الا اداة مساعدة لان انت لازم يكون عندك knowledge عشان تعرف تستخدمه ما ينفعش واحد ما يعرفش اي حاجة واقول له اعمل ويب سايت هو مش هيعرف اصلا هيخذه كود داعمل بيه فلازم تكون انت فاهم الكلام ده كله ما هي ازاي ما قلت لك الا اداة مساعدة انا بس بحاول ابرزك الامكانيات والبينيفتس المميزات الموجودة في الاداة تحت زكاة الاصطناعية وانت استخدمها زي ما انت عايز اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد واي ده حتزات جديدة ان شاء الله اطلع اتكلم عنها لا اي من ادوات زكاة الاصطناعية اللي احنا بنتناولها عندنا في الموقع حاجة سريعة بس انا يعني حابت ان انا نوه عنها في بعض الفيديوهات القديمة اللي فيها شوية معلومات مهمة جدا خاصة بمايكروسوفت اوفيس بشكل عام وخاصة للمبتدئ اللي حابب ان هو يتعلم شوية حاجات ادفانسد شوية ومتقدمة في برامج مايكروسوفت انا هعمل تبسيط المعلومات دي في فيديوهات صغيرة يعني ماكسمم خمس دقايق للفيديو علشان لو انت المعلومات دي احتاجتها بشكل ما تقدر انك انت تلاقيها في فيديو صغير زي ما بقولك في نهاية كل فيديو منستشف تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل بديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دوم توم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته